يا مسائل فل ايه زيكم النهاردة هعمل معاكم بسكوتة طعمها حلو جدا جدا فاكرين بسكوت نايس اللي كنا بنجيبه ونحبه ونحبه ونحن صغيرين وهو الوقت لسه برضو موجود النهاردة هعمله معاكم ونعمله نباتي او سيومي وطعمه التحفة نفسه ارمشت البسكوتة بطعم السكر اللي بيكون واضح فيها شوية بنحس وحيب ناكل البسكوتة كده ان هي فيها ارمشت سكر شوية مع كمان طعم او ريح الجوز الهند بجد بسكوتة وهمية لازم تجربوها ان شاء الله اول حاجة هبدأ بيها انا عندي هنا كباية ونص من دي ايه الامح الكامل انا النهاردة هعملها صحية شوية فاستخدمت دي ايه الامح الكامل بس لو انت حابة تعملها بالديل ابيض براحتك مفيش مشكلة يبقى كباية ونص اي نوع دي ايه وعندي رشة صغيرة جدا جدا من الملح وعندي كمان معلقة صغيرة من البيكن باودر ويا اما تحطي معلقتين من الجوز الهند اللي هو المبشور العادي او تحطي نقطتين من ريح جوز الهند في اللي هو بيكون اصانس جوز الهند موجود فيعند العطار او مسلسمات الحلواني هتحطي منه من نقطتين فابرحت piano 정هي لا اما معلقتين جوز الهند او نقطتين من الاصنس جوز الهند وعندي بقى السكر خلي بالكو بعض فيه تركة هنا مهمة هي اللي هقولها اللي هيتخل根 بسكوت لاما اما بسكوت عادية او بسكوتة نايس اللي هو السكر لو احنamp احطينا البسكوت ده. البي بات كده عادية نص كبه من السكر العادي لحبيبات. هيكون معنا البسكوت ما قرمش وطعم السكر واضح فيه. او لو انت مش حبة بقى تحطي السكر يكون باين يبقى هتحطي تلات معلق كبار مليانين من سكر الفوضر. او لو انت حباس صحي بقى حطي سكر ديت. حطي معلقتين كبار من السكر الدايت. برحتك اي حاجة بقى من تلاتة حابة تستخدميها استخدميها. وعندي تلتكباة من الزيت النباتي. وعندي كمان آآ خمس معالق كبار مليانين من الحليب. ممكن تستخدمي حليب جوز هند او اي حليب نباتي بتحب تستخدمي استخدمي. بس طبعا حليب جوز الهند اكتر حاجة هتكون مناسبة مع البسكوت ده. آآ بس لو انت ما عندي كيش ممكن تحطي خمس معالق من المياه وعليهم معالقة كبيرة من الكريمر عشان برضو تخلي البسكوتة غنية معنا. الطريقة بقى سهلة جدا جدا. اللي هنجيب الدقيق اللي هو عليه راشة الملح وعليه جوز الهند او اصانس جوز الهند والبيكن فاودر. وهنحط عليه السكر ونقلبه كويس. وبعد كده هنجيب الزيت وبرضو نضيفه عليه ونقلبه كويس جدا جدا. انا محتاجة كل فتفوتة في الدقيق تتغلف كويس بالزيت. دي مهمة جدا. هيكون معنا بالشكل ده. هتحس ان هو كده عامل زي رمل البحر المنادي. لما نيجي نمسك ننكعبش هتبقى ملمومة معاينة. وبعد كده. لما نفتفتها تتفتفت معنا بسهولة. في الوقت ده هنضيف بقى الحليب اللي عندنا زي ما قلنا حليب جوز الهند او الميال بالكريمر او الحليب العادي براحتك. هنحطهم شوية بشوية واللم بس العجينة. زي ما بقولك كل مرة. احنا باللم بس العجينة مش بنعجينها ابن عجينة البسكوت. هتكون معنا عجينة بالشكل ده. ممكن بقى تغطيها كده بكيس بلاستيك والتي بيها ترتاح عشر دقيقة او ربع ساعة او بتفردية عطول زي ما انا بصراحة فرتها عطول مرة دي ما ريحتهاش خالص. فرتها بين كسين بلاستيك. زي برضو كل مرة ما بقولك وبلاش نفرد امنا البسكوت على دقيق الكيس البلاستيك بيخلي البسكوت احسن بكتير. فهنفرده يكون صمك ورفيعة. آآ البسكوتة دي حلوة هنية تكون رفيعة كده عشان تبقى مقرمشها معنا وطعمها حلو. وهاتي بقى بعد الفردية بصمك ورفيعة هاتي اي حاجة عندك. انا كان عندي الكوباية دي قطعت بيها او لو عندك قطعات يعني براحتك اي شكل بقى الشكل ده بتاعك انتي. المهمة هنقطعها بالتكون بالارتفاع ده شايفين هي رفيعة مش تغينة. هنقطع بقى واحدة تانية. وهأكد عليكم تاني السكر اللي هنحطه بالشكل اللي هنحط هو اللي هيفضل على البسكوتة. لان احنا طبعا البسكوتة دي آآ ما بنعجنهاش كتير وما بنحط لهاش اضافات كتير نية دو بالسكر. فاحنا زي ما لو حطينا سكر اللي هو العادي الحبيبات هنلاقي ارمشتوا باينة في البسكوتة. لو حطينا سكر باودر يبقى مش هنلاقي البسكوتة ارمشة ارمشت السكر واضحة. او لو احنا حابينه بقى صحي من الاول الاخر يبقى نبدل السكر خالص بسكر دايت براحتكم. هنقطع بقى كل كمية البسكوتة اللي عندنا ونحطها في السواني تكون مدهونة مسحة بسيطة جدا بالزيت. وده عمل معي افكا كمية حلوة جدا عمل معي صنيتين حلوين كبار. وهنجيب بقى خالة اسنان ونبدأ كاين نعمل سقوب او فتحات في البسكوتة دي علشان هنحط لها بيكين باودر فما تتنفخش معانا في الفرن. في الوقت ده هنكون بقى مسخين الفرن عدرة حرار مية وسبعين يعني من مية وستين ل مية وسبعين بلاش مية عشان البسكوتة تاخد ايه راحتها في الفرن وتقارمش كده وفي نفس ايضا كانت تدي اللون ده بالحلو. هتتبعيها بعد عشر دايب ده اي تبعيها لو اخدت معك اللون ده بحلو من تحت ولسا ما اخدتش من فوق ممكن تطفي الفرن وتولي عليها لشوية بس خلي بالك يا دوبك كم ثانية ما تخليش تاخد منك لون قوي انا هنا اخدت مني لون زيادة شوية بس انت خلي بالك يا دوبك تاخد بس لون خفيف كده هنروح بقى تطفيين الفرن خالص وسايبينها في الصينية لغاية ما تبرد تماما وتبدأ بقى البسكوتة تنشف معنا وانشيلها بقى من الصينية وانا كلها بالفة هنوشفة بجد البسكوتة دي وهمية لازم لازم تجربوها اقولي ايه الاخبار ويا رب يكون الفيديو سهل وبسيط وتجربوه على طول لو شوفك في فيديو تاني مع السلامة ما تنسوش بقى تعمليني لايك وشير وكمال سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب ولو محتاجين اي وصف اكتبوها لي وان شاء الله نعملها مع بعض